لم يكن أبو زينب يتخيل أن تتدهور حالة ابنتها الصحية أكثر وتصاب بمرض النقص المناعي الإيدز بعد تلقيها جرعة ملوثة من الدم أثناء علاجها من مرض الثلاثيم الذي تعاني منه إصابة هي الأولى من نوعها في النجاف ولدت صدمة لأهل زينب الذي زاد المرض من آلامها وهمومها أكثر من 1400 مريض بالثلاسمية في النجاف تنتابهم الخشية من انتقال عدو الإيدز لهم في ظل التخوف من وجود إصابات غير معلنة لأسباب اجتماعية مع دعوات لفتح تحقيقات عجلة في سلامة الأجهزة العلاجية واكياس الدم المنقذة لحياتهم لتخليصهم من هذا الكابوس العوز المناعي معروف كل الناس تعرفه أنه أما اتصال جنسي أما دير من الدم أما كيس الدم اللي يجي من بره متلوث يعني هذه الاحتمالات اللي 100% اللي نصاب من عندهم زين إذا طفلة مثلا عمرها 12 سنة هاي تحطها بالاتصال الجنسي بي من تحطها زين هي ما داخلها لا يم طبيب أسنان لا ما أخذ بطل دم خارج محافظة النجف لا مسافرة وبيها عوز مناعي الأسباب شنو هي احنا ندور على الأسباب طلعت عندنا حالة بالنجف واحد أبناء أخوتنا وأختنا يا مريضة بالثلاثيمة نصابت بالأيدز الناس أل على شنو أسباب انتقال الأيدز يعني الدولة يش تقول يتقول والله أكياس والله متبرع مصاب ومندربي لعد وين أجهزتكم اللي تكشف الشون يعني احنا يعني على الشون ما تقول عنه احنا ما نعرف ناخذ الدم ما يصيريش متخصصون وأطباء بدورهم أطلقوا تحذيرات عجلة بضرورة تجديد الرقابة على الأدوية ومنها المستوردة لإحكام السيطرة على هذا المرض لا سيما وأن النجف تعد من المدن الجاذبة سياحيا لأعداد الزائرين يوميا وبعد تسجيل عدد من الإصابات بالإيدزي في النجف يتخوف أكثر من ألف مريض بالثلاثيمة من مواجهة هذا المصير الفتاك ليكون أبئا مضاعفا عليهم في معركتهم الصحية من النجف محمد رزاق أتغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر